تعملت في قاعة المنارة وخلال الاحتفالية دي كانت الشابة رحمة خالد كانت موجودة وطلبت رئيس الجمهورية بحضور أصحاب اليوم أصحاب الهمم كل سنة اللي هو يوم 24 ديسمبر ورئيس الجمهورية قال إنه طول ما حيبقى ربنا أنا بقول لها راكم تحديداً طول ما حيبقى ربنا مديله العمر وبيمد فيه حيبقى هو دايماً موجود ووفقاً للي قاله متشرف بحضوره لليوم ده كان فيه مشاهد مختلفة مهند على سبيل المثال كان بيتكلم عن إزاي الناس تفهم بعض وتقدر تحتمل اختلافات بعض ولما كان بيطلب إنه يبقى فيه حاجة اسمها أو مادة اسمها احترام الآخر رئيس الجمهورية قال إنه ده حيتعمل فوراً وفقاً برضو للي ذكره مش المرة الأولى بالنسبة للمشاهد أو المتابع للاحتفالات اللي بتتم إنه يشوفه دموع رئيس الجمهورية لأنه واضح إنه النمازج الإنسانية تحديداً دي يتأثر بها رئيس الجمهورية وده المشهد اللي تكرر النهاردة تحديداً خلال عرض مصرحية صبح نvenقات المشهد الرئيس الجمهورية